بسم الله الرحمن الرحيم بفيض فاطمي عسموي ها نحن وإياكم أخوتي أخواتي مشاهدين الكرام في برنامج آية وبيان واليوم نبين لكم سورة المطففين روية عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قرأ هذه السورة أي سورة المطففين سقاه الله تعالى من الرحيق المختوم يوم القيامة وإن قرأت على مخزن حفظه الله تعالى من كل آفة روية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال من قرأ في الفريضة ويل للمطففين أعطاه الله الأمن يوم القيامة من النار ولم تره ولم يرها يمر على جسر جهنم ولا يحاسب يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتانوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرحوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب بي إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرحوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختاموا مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أحلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوا بهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل فوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العلي العظيم أخوتي الكرام أخوات الكريمات وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من آية وبيان إلى لقاء آخر نستودعكم في حفظ الله وأمنه ورعايته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر